لم أكن أنتظر هذه النتيجة والجميع غير راضي رغم أنها تبقى مبارات افتتاحية تعادل بطعم الهزيمة وخيبة كبيرة أصابت اللاعبين الطاقم الفني والجماهر الجزائرية هكذا علق الناخب الوطني جمال بلماضي على أول نتيجة المحققة في افتتاح كانكو ديفوار أمام منتخب أونغولا الخضور والذين قدموا داء كبيرا ومستوى رائعا وسيطروا بالطول والعرض على المنافس في الشوط الأول من اللقاء لكن الإرهاق والتعب البدني مع نقص المنافسة لدى بعض اللاعبين في صورة يوسف عطال واسماعيل بن ناصر مع غياب رياض محرز الذي لم يشعر الجميع بوجوده على أرضية الميدان أثروا بشكل كبير في تحقيق نتيجة لم تكن متوقعة محارب الصحراء والذين لم يستغلوا فترة قوتهم ليضيفوا أهدافا أخرى وهذا لقت المباراة وطي صفحتها في الشوط الأول ما جعلهم في غفلة من أمرهم يتلقون هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء تغييرات متأخرة للناخب الوطني جمال بلماضي دفع الخضر أيضا ثمنها من خلال تحقيق تعادل لم يكن في الحسبان مباراة وانتهت ولقاء قادم حاسم ينتظر أشبال بالماضي الذين سيكونون مجبارين على إخراج كل ما لديهم من إمكانيات أمام الخيول البوركينابيا زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر